فناننا العظيم اللي بنور مدينة الغرداء في يوم جديد احنا بنتشرف ممكنك معاه اجمل فنان في الدول احنا عندنا قناة فينا قناة الشيبة شعبان فودا نورت القناة واسعدتنا الفنان العظيم بعد ما خدنا اللقطة مع الفنان احمد شيبة وجميع الفنانين اللي بيجوا الغرداء جماعة بيعملوا رونق خاص عشان مدينة الغرداء مدينة السحر والجمال جواه حلوة قوي وتعالوا حوري لكم دلوقتي مشاهد خلوة من داخل المراكب واللنشات وعنشوف بقى السفينة كل حاجة حلوة موجودة هنا في مدينة الغرداء هنعمل رحلة جميلة بس اول حاجة قبل ما نبدأ الرحلة لازم نعمل ايه? ها? يلا يا جولي ها? نتابع لا اول حاجة قبل ما نتابع النبي صلى الله عليه ونكونوا من الزاكرين لمن? لله سبحانه وتعال لله سبحانه وتعال يلا وطبعا نفكر السادة المشاهدين ان قناتنا على اليوتيوب اسمها ايه? الشيف رضا شعبان فودا وعلى الفيسبوك واليوتيوب كله كله ونبدأ بقى يلا نبدأ الرحلة اهو ناخد المشهد الرائع ده احنا راحين فين دلوقت؟ راحين في رحلة داخل البحر اه هنركب الايه؟ السفينة السفينة دي بقى وانيه عتها رفت سوقي؟ اه والله يعني ما نغرقيناش؟ اه طيب نيش شوف شايفين الاعدة جماعة؟ ايه ركف الاعدة دي يا جودي؟ حلوة وانت يا زيار حلوة خال تشرب بيه بقى؟ انا اشرب بعصير تشرب عصير ايه؟ عصير ايه عصير ايه اه مانجل مانجل وانت يا جودي؟ انا شاي شاي؟ يا شغل اشرب عصير انت عمورة دي استخطيارة لا عصير فراولة يا بابا عصير فراولة عشان انت فراولة يا صح؟ طيب عنا ما نطلب كده العصير والحاجات الحلوة دي حوري لكم المشهد الحلوة ده تعالوا معايا كده بصوا بقى الجمال بصوا الروعة احنا هنا في عالم الخيال اهو ما ينفعش يا جماعة نبقى موجودين في مدينة الغرداء وما نشوفش المشاهد الجميلة دي الاجانب بيدفع فلوس كتير قوي وبياخدوا رحلات طويلة عشان خاطر يجوا يستمتعوا بالجو الرائع ده في مدينة الغرداء انا اخدكم شوية كده ونصور بقى المشهد من فوق ومن تحته من كل مكان يا رب يعجبكم اهو وحواري لكم مشاهد في منتهى الجمال والروعة هنا بقى احنا بنستفسر منه انهي مراكب بتنفع للرحلات وللفسح وانهي مراكب طبعا في مراكب اهو للاجانب ومراكب للفسح ويعني الراجل بيفيدنا طبعا وبنستفسر عن اي حد عايز يستفسر عن اي حاجة بتلاقوا اه ناس حلوة كده بيتفيدوا وتوضح له الامور هنا بقى عايزين نروح نتصور فين يا جولي عند علم مين علم مين مصري مين بقى تحيا مصر ها تابع تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر مصر ام الدنيا مصر ام الدنيا طيب اه حلو المشهد دي مسيك ناسك لا تقعي ولا بتعرفيش تعومي لا وانت زياء لوعت في الماء انزل كيف اه والله انت بتحافظ النشير بتاع الصباح بتاع المدرسة اه وانت يا جودي حافظ النشير بلادي 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 لك حبي وفؤادي مصر يا ام البلاد انت غايتي والمراض وعلى كل العباد كان مني لك من اياد بلادي 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 لك حبي وفؤادي بس كده؟ اه بس وتحيا مصري تحيا مصر تعالوا بقى نشوف بقى اجمل مناطق في مصر الحبيبة بنركب بقى ونطلع فوق لما بنجيب المشهد من فوق اللي بيحصل يا زياد بتشوف مناظر ايه؟ مناظر طبيعية ناظر طبيعية ايه؟ جميلة جميلة يا رب تعجب السادة المشاهدين هنطلع بقى نشوف ايه الحلو ايه ايه الحلو معنا هتركبوا المرجحة معايا؟ اه اه فين المرجحة دي؟ لا انا جدي بس المرجحة بتاعت اللي انشاء اهي شايفوها شايفينها شايفينها اهي شبه الايش يلا نتركبوا فيها كمان شوية اه انا طبعا ده بتمالة مية والقعدة هنا حلوة وممتعة يا سلام بقى لو كباية قهوة كباية نسكة فيه عصاير بتحب عصيرتي يا جودي؟ عصير مانجة وفراولة اه وايه تاني؟ وايه عصير موز الله الله وينت زيزو؟ انا مانجة وفراولة واناناس كل ده مرة واحدة كده يجو مرة واحدة ولا ورا بعضه؟ انا كله لا مرة واحدة بتحب كل الفواكت اه وتاكلوا ايه بقى؟ ها؟ سندوتشات ايه؟ سندوتشات سندوتشات بني بني جميل حلو طيب ماشي شايفين الشمس بقى؟ خلي المشهد ده يا جماعة والله العظيم يرد الروح صدقوني الدنيا مش اكل وشرب وبس لا لا ده الخروجة لوحدها تساوي ملايين تعالوا نشوف الشمس كده اهو 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 يا سلام على المشهد والقعدة والشايفين الجامع اللي هناك ده جامع المينة اللي صورته قبل كده الدنيا هنا حلوة بشكل جميل والله وما ينشبهش منها في مدينة الغرداء يا الناس اللي بتروح مناطق وما جربتش الغرداء لازم تجوها بلد حلوة جدا يا سلام استمتعوا معايا بالحاجات الحلوة دي طبعا احنا بيجي هنا عندنا جميع الفنانين وبنقابلهم فيه اللي بنقدر نصور معاهم وفيه اللي ما بنعرفش لجل ظروفنا في الشغل هي طبعا مليانة اه بالناس النجوم وطبعا انتعارفين المهرجانات اللي بتتعامل هنا عشان دي هنا بلد مستقرة وجواه حلو ورائع جدا في الشتة يعني في الشتة بتبقى ايه دفع ولا حر يا جود الشتة اه يبقى برد ولا حر حلوة المرجحة دي الشتة برد 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 في شهر اتنشر واحد اه حلوة المرجحة دي امرجحكوا قد ايه عزين تمرجحوا قد ايه براحيت براحيتكوا ها لما الليلي ليل اه يعني الدنيا تحلو هنا وتقودوا باقتل مرجحوا كده طب كده ولا اللعب في اله ها اظن كده افضل صح ها البحر احلى اخر مغلوب منكو خالص ها اغطسك لا مغدرج انتو حبيب قلبي هتعرفت عمو اه يعني لو زياد واقع يجدو هتعرفت طلعي هتطلع بنفس هتعمل ايه اه طب لو انت وقعت في البحر ايه تخافي بتوعب في البحر ايه اه اه ويه تاني سمكة اللي هتقابلك بقى الحيلوة دي سمكة الليش ها سمكة اه الليش الليش مالها سمكة الليش اللي تخافي منها شايفين تعالوا نرجع لورا كده تعالوا تعالوا يا سلام بيفكرني بقى بالافلام الحلوة بتاعت زمان لما كانوا بيجوا صور اه ليرش اتعضي لما كانوا بيجوا صوروا المشاهد الحلوة دي نادية لطفي بقى وعبد الحليم حافظ والا ها وسعاد حسني الناس اللي فاكرين الافلام الجميلة دي لما بيصوروها كده على شاطئ العمر الشريف مين احمد الله صور ده ده فنان بيغني ده هنتكلم على الجماعة اللي الفنانين اللي بيصوروا المشاهد الرومانسية هنا في مدينة الغردة مفيش اجمل من هنا مناطق اهو شايفين سلم بينزل تحت كده احنا كده في الدور الاخيرة اهو شايفين العالم فين في مقدمة السفينة هناخد مشهد حلو كده اهو وهنا في الدور الايه الاخير محلاه كده لما تبص للبحر وتلاقي السماء المنظر حلو يا جودي اه وانت زياد اه جميل جميل ممتع ناخد اللقطة هنا والصورة الحلوة والمية ناقية مين اللي عليها رقم سابعة ده زياد عايزة بتشيله مين ده يا جودي ده رجب رجب مين رجب رجب طه رجب الشناوي تمام احنا هنا هو طبعا التليفون واقع منه تليفون تليفون زي رجب معلش يا زياد احنا اسفين هنجيبلك تليفون تاني بتقولش واقع منك الايفون يا اخويا يلا حلو المشهد يا جماعة بصوا كده واستمتع معايا لقطات اشيرك تعالي اشيرك ليه طبعا الارض شايلها كاي طب تعالي يلا صور معنا في جنبي كده تمام الله ساعة العصار دية لحظات لا تنسى لا تنسى شايفين الجمال شايفين ربنا خالق ايه حلو يا سلام وانت عدوا نعمة الله لتحصوها الهوى والمناظر الطبيعية والجمال نقول لا اله الا الله ومحمد رسول الله اذا رديتوا بما قسمتوا لك ارحت قلبك وبدالك الله من اللي قال كده رب العرش العظيم سبحانه اه عارفة دية باب تعمل في ايه 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 النص اللي في المية ازاز اه يعني لو ركبت فيه تبص تشوف الايه هه ونشوف الشعب المرجنية الشعب المرجنية والسمك والأسماك الأجانب بيركبوا فيها وبيعملوا كده فعلا ايه بيبقى فيه ازاز يحط يحط بالسفينة كده وينزلوا تحت الماء ايه تفسحوا ويرجوا بقى هما طبعا جايين من رحلة دلوقت اهو هما جايين واحنا رايحة واحنا رايحة طيب يلا ارمجوا لي بقى ولا سيفة لا طب يلا اقولوا الناس اعملوا لايك بها ويارب يكون الفيديو عجب حضراتكم اعملوا ايه باي باي سلام